نرجع لكرة القدم أو ننتقل لها ويمكن كنا بنتكلم عنها من شوية أن منتخبنا الوطني فاز على كاف فيردي مبارح بثلاثية نظيفة كاف فيردي هو فريق كبير مش صغير شايف ده ازاي يعني شفت المطش ازاي عمل ازاي التبتيك اللي تلعب به طيب مبدئيا عشان الناس تبقى واخدى بالها من حاجة مهمة الناس تقول لكاف فيردي الاسم مش 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 مشهور أو ممكن الناس عارف الكاف فيردي في كاس أم أفريقيا اللي فاتت في شهر لأنها اللي فات من كام شهر لما تعدلنا كان معرفة نفس المجموعة وتصدر المجموعة فيها مصر وغانا فرقتين من أكتر الفارق واخد بتوط أفريقيا مصر سبعة وغانا أربعة يعني 11 لقب فكاف فيردي تفاوقت على الاثنين وخادت أول المجموعة فواضح أن فيه تغير في الخريطة الأفريقية مش موضوع كاف فيردي بس كان برضو لو تفتكروا غيني للسوية خادت الأول على كودفور يعني فالموضوع كان موضوع أو تفاوقت على كودفور وفزق عليها 4-0 فكودفور نفسها في أرضها وسط جمهورها فالموضوع بقى ليه بعض آخر؟ إن الكرة الأفريقية تغيرت تماما في أسماء جديدة بدأت تطلع أكيد وليه بقى لأن كل الإنبارحة وتتكلم على كاف فيردي لعبة كلها محترفة أو مش فعندية كبيرة يمكن أبرز لعب عندهم لو جان كوستا اللي هو المدافع اللي كانت جاد كرة في إيد وفي شهر الأوليين حاكم حسب الشرك للجزاء ده أبرز لعب عندهم قيمة السوقية 12 مليون يورو مدافع في ريال أسباني هو ده أغلى لعب في فريق فيردي كله ولكن معظمهم محترفين في أوروبا آه أنديت وسط أنديت المؤخرة في الجداول المختلفة في دارة أوروبا ولكنهم يظلوا محترفين برا فده مش بيخليهم خايفين بيخلش المباراة بيلعب في أرضه وخارج أرضه هو كده كده محترف فمش فارق مع أي حاجة خالص هو بيلعب 11-11 وأرض ملعب محترمة ونظيفة فأنا بقدي بشكل قوي جدا جدا ولكن المجراء كانت صعبة جدا ما تخدقناش تراتة صفر الناس تتفرج على باقي النتائج يعني بخلاف فوز المغرب على الجابون أربعة واحد منتخب المغرب منتخب كبير وبيعب في التصفيات وهو كده كده مش محتاج التصفيات هو المطلع هو المصطيف لها بخلاف النتكتين دول المغرب أربعة واحد على الجابون جابون ومصر تلاتة صفر على كافردي بيت النتائج صعبة جدا يعني تعادلات وفرق كبيرة بتخسر يعني جنوب أفريقيا تعادل اتنين اتنين على الأرضها سنغال تتعادل واحد واحد على الأرضها يعني النتائج غريبة جدا جدا قدام فرق ممكن تفتكرها مش كبيرة فلما تفوز تلاتة صفر على كافردي أعتقد نتائجة محترمة جدا جدا ومنتخب مصر يقدر بجرس انزار قوي إن هو قادم إن شاء الله بقوة المنافسات الجاية شوفت إزاي دكتور إمبارح التشكيل اللي اعتمد عليه لكابتن حسام حسن التشكيل عامل إزاي مين برأيك أفضل لاعب كان إمبارح في المنتخب طيب قبل نقول التشكيل هاعقب على اللي قال لكابتن حسام حسن بعد اللقاء قال أنا كنت هتشرح أنا كنت هتشرح لو حصل النتائج غير كده والسبب إيه؟ هو التشكيل لأن هرجع تاني أربطها باللي إنت سألت فيه السؤال ده التشكيل إن إحنا فجئنا كلنا بتشكيل مباراة ومبدئيا حمد فتحي مدافع مكان أحمد حجازي أنت عندك أحمد حجازي وأحمد بكهم برأة الاثنين وخلت سطوحي كمان ثلاثة سنتر باكس ومتجبت حمد فتحي لعب الوسط حطيته ووظفته في مركز السنتر باك أو القلب المدافع جنب الروم البيع تاني مفاجأة النزيزو بيلعب وتريزيجي بيلعب ومرموش بيلعب وصلاح بيلعب يعني دول أصلا أجنحة أربع أجنحة في مباراة واحدة فأنت هل ستلعب إيه وتلعب إزاي فشوفنا توظيف جديد لمراهون العطية طبعا كمركز ستة في نص ملعب وموجود معات تريزيجي شماله وزيزو يمينه كأن زيزو وتريزيجيي بلعب في مركز تمانية وده اللي خلي كابتن حسن حسن يقول لو كانت نتيجة تانية حصلت غير فوز بالنتيجة دي كنت هتشرح أو كنت هيحصل هل تعجمت جدا جدا